إذن مشاهدين للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من المكلة مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف في حضر موت الأستاذ رياض أحمد باكروم أهلا بك أستاذ رياض تم إطلاق هاشتاغ على موقع التواصل الجماعي بعنوان عودة متحف المكلة كيف تفاعل النشطون مع هذا الهاشتاغ؟ أهلا بك أختي الكريمة وجميع مشاهدي قناة المهارية أهلا سهلا الحقيقة المتحف المكلة من أهم المتاحف في الجزيرة العربية ويعد من أول المتاحف التي فتحت في الجزيرة العربية فيعود تاريخ اتتاحه إلى ثلاثينيات القرن الماضي نعم فأنا أتلاقي الإشارات على أنه فتح في أيام المستشار بيجيطاني إنجرام نعم إلا أن المتحف الحالي الذي افتتحه المرثوم والسفل المرثوم محمد عبد القادة بالفقية في العام ١٦٤٤ جبان الحكم السلطن القائطية واستمر بعد هذا المتحف جبلة للدوار حتى وقت كثير منذ حوالي عشر أعوام عندما عاونا من الإحمال نعم وبقية أروفة للإحمال والضياء وأخيراً وبحمد الله وبعد تفعيل دور الهيئة العامة لأثار مساحف في العام ٢١١٧ قمنا بجملة من المشاريع استهدفت إعادة وتأهيل مبنى قطرة سلطان القائطي الذي يحتوي فيه المتحف بجملة من المشاريع من أهمها مشروع لترميم المبنى جنح الشرقي الذي يحتوي فيه المتحف وأيضاً مشروع آخر تضمن تأهيل صالات عرض المتحف بتحويلها من صالات العرض القديمة التي كانت منذ العام ٢٤٤ نعم يعني الآن تبصل أن الآن تم افتتاحه بشكل كلي أليس كذلك؟ نعم لا نستعى لكل الرسمي سيسم بدن الله في يوم ٢٥ نظامبر القادم ضمن احتفالات بلادنا بعياد الاستقلال ٣٠ نظامبر المجيدة نعم إذن بناء على أهمية هذا المتحف وما يحمله من محطة تاريخية لمدينة حضرمود لماذا أغلق هذا المتحف لهذه السنوات؟ نعم سبب غلاق المتحف خلال الفترات الماضية عانى من الإهمال الستفيد خلال العوام ٢٠٨ ومثل أعف وبصورة الثيار من العام ٢١١١ عندما دخلت البلاد في فوضاء وضياء الأمن وأيضا مشاكل داخلية داخل الفرع الهيئة من غياب الكادر المؤهل لإدارة المتحف وتعرض المتحف لجملة من استرقات الاقتداءات صالت مستنيات ثمينة جسل نعم وتعرض هذه المستنيات للإسترقات الشديدة ولكن الحمد لله ونظف البشرة أننا اتطعنا خلال فترة الماضية استعادة جزاء كبيرة وقطعة كثيرة صغيرة خلال فترة الماضية نعم في هذا الموضوع هل تمت استعادة جميع القطع وهل تعاون هناك خبر مثلا عن أن الأهلي تعاونوا في جمع القطع المختفية هل هذا صحيح أم وجدت بعض القطع في متاحف عالمية؟ نعم لا ترشيل المتحف مقلة متحف غني جدا بالآثار حيث أنهم قد تسمي لها أقسام نعم التاريخ القديم العصور الحجرية وعصور بولنزية وعصور الأمريكة حضرموس وإذن الثابق الثاني يحتوي على مقتنيات وآثار لفترة السلطانية والقطعة الأفرية بالثابق لمتحف هي قطعة كثيرة ومتعددة وبدأت الكثير منها قلال الاعتداءات السابقة ولكن اتطعنا مؤخر الحمد لله وبتفاعل مع الأهالي من استعارة مجموعات جديدة واستعارة حوالي أطبع وثمانين قطعة جديدة وضيفت ضمن المجموعات التي وضيفت مؤخرا إلى المتحف الجديد هذا السيوف في إن شاء الله في 25 نوفمبر نعم أستاذ رياض لو تحدثنا ومن عام هذه المجموعات مجموعة سيوف وخناجر للسلطان نعم كنت سأسألتها هذا السوء وقلت في عام 1994 فأنا الحمد لله إعادتها وأيضا مجموعات جديدة من الأصور القديمة المكتنيات يعود لأصر من بيت الحضرموت عملات قديمة ونقوط زبورية والكثير من القبائل وضعب الأدوات السلطانية التي وضيفناها بمجموعات جديدة للمتحف الجديد نعم إذن أهل تعاملت أو أهل هناك تعاون من السلطة المحلية وربما بعض المنظمات الدولية في هذا الموضوع هل تعاونت معكم أثناء إعادة الترميم وفتح المتحف نعم في الحقيقة إعادة دور المتحف وإعادة تفعيله هو مشروع قومي نعم ومن الحمد لله بتمويل ودعم معنوي ومادي كبيرين من السلطة المحلية مثلا باللواء الركن ورس تنمين بحثيني محافظة محافظة دراموت الذي قام بتمويل عبر السلطة المحلية المشروعين الكبيرين المشروع الترميم مبنى الجناح الشرقي الذي يضم متحف المكلة كمبنى وأيضا تمويل مشروع تأهيل طالات متحف المكلة هذين مشروعين من تمويل السلطة المحلية محافظة دراموت أما من ناحية التعاون الخارجي فالحمد لله عودة الأمن والاستقراري لحظة دراموت استطعنا فتح قنوات وطواصل خارجي واستطعنا جلب التمويل بعض المنظمات الداخلية وخارجية لعيد كبير من المشاريع ذات العلاقة بالطرق والترميمات الأترية لعل أهمها مشاريع ترميم مسجد سيد رياض كأي عمل صعب من هذه الأعمال التي قمتم بها أكيد وقهتم العديد من المعوقات والتحديات أثناء العمل حدثنا عن ذلك نعم الحمد لله مؤخرا أهم أسباب ضياع الصراط وضياع الأساة هو من إعلام الأمن بعد عودة الاستقرار والأمن لعموم بتاع الحظة دراموت الحمد لله استطعنا العمل بحرية واستطعنا التواصل وحتى أن مجموعات أجنبية ودوار جانب ظهرون خلال ثلاثات الماضية المتحف المقلة وايضا استطعنا العمل مع الضرب ومختصين وخبراء في العلاقة بالدكتورات وفي العمارة من خارج اليمن واستطعنا تنفيذ جملة من المشاريع خلال الأعوام الـ 2019 و2020 نعم نعم سيد رياض كنت قد ساتك عن المنظمات الدولية ما هو دورها في عملية افتتاح المتحف؟ نعم بخصوص المتحف لدينا الآن تواصل مع المنظمات الخارجية في عمل مشروع لحماية وتعميل متحف مقلة طبيعة الحالة يمكننا يعادل فكرة المتحف يلو سرق مرة أخرى لدينا مشروع ولدينا خطة لحماية المتحف من التعرض لأي عملية اختراء المستقبلين بعد يعادل فكرة مشروع يتم حالياً بتمويل خارجي نعم إذا رسالتك الأخيرة نعم إذا رسالتك الأخيرة ولمن توجهوها؟ رسالتك الأخيرة يجد بالمدال لجميع الملدين المقتنيات خص متحف مقلة فقدت في السابق عليهم المستارعة بعادتها إلى مكانها الأصلي في متحف مقلة يتم عرضها الجمهور وليتم استلاع الجمهور عليها نعم طيباً نقدم نحن في الهيئة العملية في المتاحف مكافهات مجدية لمن يعيد أي أثر يخص مصحف المكلة فقدت في السابق